اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزيره الخارجية مع معالي سي وانكي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك ضمن زيارة التي يقوم بها معالي وزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية وقد اشهد معالي وزير الخارجية بالمسار المتميز للعلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وما تشهده هذه العلاقات من تطور وما تحرزه من تقدم مستمر يجسد إرادة قيادة البلدين في المضي قدما بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك على المستويات كافة منوها معالي بالدور الفاعل الذي تقوم به جمهورية الصين الشعبية على الساحتين الإقليمية والدولية وحرصها على التواصل والتنسيق مع الدول العربية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعبر معالي وزير الخارجية عن تطلعه لنجاح الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي سيفتتحه غدا فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة والخروج بنتائج بناءة تصب في صالح تعزيز العلاقات بين جانبين العربي والصيني على مختلف الأصعدة من جانبه أعرب معالي السيد وانجي عن اعتزاز جمهورية الصين الشعبية بما يجمعها من علاقات صداقة قوية مع مملكة البحرين وتطلعها الدائم إلى فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك متمني لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بتدعم العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وتشاور حول أهم القضايا في المنطقة والعالم وسبل إرساء الأمن والسلم كما تم التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشير لحمل الجوازات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة والتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري في القرن الحادي والحشرين